طبعاً نحن رح نبلش أولى فقراتنا الحوارية إلى هيدا اليوم و رح نسلط الضوء على المتفوقين يضاً كان عنا العديد من الصبايا والشباب اللي حققوا العلامة التامة بالشهادة الثانوية بالمرحلة الأولى أو بالدورة الأولى الدورة الأولى أول بحدي هلا بعدين أشخاص اللي هيك مجمعين متين وسبعة وثلاثين هيك عندهم طموح أكتر حتى في أشخاص مجمعين متين وثلاثين فاصلة مع هك قرروا أنهم يأكملوا حتى يجيبوا المتين واربعين كاملة أداء الصرار وأداء إرادة يعيني عليهم يعني والله هدول يعني قديش معناتها كانوا هيك مزعوجين خلينا نقول أنه هنه تعبانين وعلى قد تعبوا لازم يحصلوا على العلامة التامة صحيح نضروب الدورة الأولى فأتاحت لقلهم الدورة الثانية هذا الموضوع أنا بحيث أنه كتير فيه إصرار كتير فيه إرادة واحد جاي بمتين وتسعة وتلاتين فاصلة ستة بالدورة الأولى يأكمل لحتى يجيب المتين واربعين كاملة رح نتعرف على الصبية اللي كان نقصة 0.4 بمعدة الفيزيون ومع هيك أسرت وقررت تكمل آية نيروس صباغ يسعد أوقاتك يا هلا صباح النور أهلا وسهلا دعيت أنا بحب أشكركي مع هالاستضافة الحلوة وعا اهتمام كن ودعم كن أنا آية نيروس صباغ من المدرسة الشاهدة الكوميتة بلايدي للمتفوقين حصلت على العلامة التامة بالدورة التكميلية بالشاهد الثانوي العامل للفرع العلمي بالدورة الأولى كانت علامتي 289.6 كان رايح لأربع أجزاء بمادة الفيزيون فقط يعني انتباعي المواد حتى مع الديانة ومع الفرنسي أنت كنت جايبك كل شي كله تم صحيح الحمد لله أكملت وشبتها للتامة بالدورة التكميلة طبعا هالنجاح بهدي للسيد الرئيس والسيدة الأولى السيدة الياسمين وأهلي أكيد أول شغلة نحنا كمان هيكي بنقلك إن شاء الله ألف ألف مبروك ويعني هيكي شي حلو إنه اليوم إنه حدا ناقصه أجزاء من العلامة يرجع يأكمل ويجيب العلامة التامة فهذا الشيء نجاز حقيقي صراحة لكن نحنا اليوم خلينا هيكي نرجع شوي لوراء أول ما طلعت العلامة زعلتي ولا لا نحنا منقول وقتا بيروح له منيام المدرسة كنا نقول إذا حدا راح له جزاء من العلامة صراحة أنا يوم قدمت امتحان الفيزي ورجات صححة أجوبتي الزهلة يوم تم بس بعدين إنه لما طلعت نتيجة الدورة الأولى أنا كنت مبسوطة إلى حد ما لأنه مثل محسبة علامتي كانت النتيجة حلو حلو هيدي نقطة كتير مهمة إنه الشخص أو الطادب يعرف إنه شو عم يكتب كتير في عنا طلاب إنه لأ أنا بأخذ العلامة التامة مستحيلة رحلي ولا جزء من العلامة تطلع النتائج مخيبة للآمال بشكل كتير كبير حلو أنه آيا كانت قدراني إنه تعرفي شو كاتبة وتحتب علامة طبعا حكي لنا بعدين كيف هيك قررنا نأكمل هلا أنا حلمة من زمان إني إطلع الأولى وإني قابل للسيدة الأولى طبعا فأنا قلت إنه فرصتي إني حقيقة بالبكالوريا حلو ولهيك إنه شفت الدورة التكميليه كانت فرصة إلي لحتى كمل حلمي وحتى اجتهد ورجع هالأربع أجزاء راحت لي حلو كتير يعني ما فقدت الأمل فورا مباشرة حطيتي احتمال الدورة أهلي دعموني كمان ابن جهران تحية كتير كبيرة طيب سؤال اليوم نحنا وقتا عم نحسب علاماتنا وعم نعرف قديش رايح لنا بالضبط وعم نجيبها هيك علامة فأكيد نحنا دارسين دراسة كتير كبيرة فتعطينا هيك خلل المحة سريع عن البرنامج الدراسي اللي حضرتك خلال السنة كنت عم تدرسي هلا أولا أنا كنت أول ما أرجع من الدرس كنت فورا أحفظه لحتى الضل مثل ما بيقول المعلومات تازة فكنت إقراهن وهشي كان يساعدني لحتى راجع دروسي براحة أكبر بحوب أكبر بشغف أكبر كمان كنت اجتن بدأت تراكم بشكل كبير يعني ما كنت تراكم أبدا وكنت ركز على كمية الدروس اللي كنت أدرسها بدل ما ركز على كمية الساعات اللي إقرية طبعا هشي ساعات كنت تعملي استرجاع المعلومات كل فترة مزاكرة بينك وبين حالك مثلا أكيد التصامن كانت بمثابة اختبار إلي لحتى الدارك أخطائي وأعرف نقاط ضعفة فكنت تقويني كتير بأهل الحركة كتير حلو أنا حكيتي نقطة كتير مهمة أنه أنا لازم ما راكم اللي دروسي علي لازم أول ما أخذ الدرس سواء بالدورات الصيفية أو بالدورات أشياء أو بالمدرسة خليني ولازم أنا أول ما أخذ الدرس أول ما أخذ الدرس أرجاع أدرسهم هذه كتير بتساعد على تركيز الأفكار آية وبتساعدني لو ما حفظت الدرس لو ما حفظت الدرس لأصار براسي الأفكار صحيح هذا الحديث؟ صحيح يعني لازم كل الأشخاص هيك تتبع هذا أكيد بنصحين فيها أكيد بالنسبة لكتير في أشخاص بحاجة أحيانا لأنه يفهموا فكرة معينة أو فكرة أو موضوع معين أو مثلا بالعربي كتابة الموضوع هالأصص هاي وبيستعلوا بأشخاص إن كان مدرسين أو أشخاص ذوي خبرة بهالأصصة حضرتك يعني استعنتي خلال السنة بأشخاص ذوي خبرة بالتعليم؟ هلا أكيد أساتيستي كانوا يساعدوني كتير كانوا يفهموني أفكار أو يوصلوا ليها بطريقة تساعدني وكون متقني لها ما يوصلوا لي كمان كان في أنه مثلا المنافسة مع رفقاتي كانوا يساعدوني كنا نتنافس نسأل بعض ما نجاوب كل هالشيء كان يساعدني حددت بالتحديد الدروس الخصوصية خارج المدرسة يعني كان في لك تجربة مع هاي الدروس؟ أنا استجلت دورة صيفية وطابعت معه حسن الدراسة يعني بالصيف مهمة نوعا ما للإطلاع على المنهاج؟ ضرورية حتى يمكن أنه مشان نلحق المنهاج لأنه منهاج كتير صعب ضخم خليني قوس ضخم بدي مرأة بس أنه في كتير أشخاص مثلا بيخلصوا تاسع منها خلينا نشوفك تجربتك آيا في أشخاص بيخلصوا تاسع منها ضغري مباشرة من صيفية العاشر بيبلشوا بدروك البكالورية لا مبالغ في هذه الحركة ما بصير فيه ملل على المدى الطويل؟ مبالغ أكيد هلا قوي كافي أن يبلش بالصيف البكالوري يعني أنا طالع على البكالوري مخلص حدي عشر طالع على البكالورية بيؤدي هيدا الوضع؟ كافي كتير مخي داعي يبلش بالعاشر وإرهق حالي وروح تجاهي لدروس العاشر لأنه كمان كتير مهم يدروس الحدي عشر كمان مهم فما لازم أهمل بلا سني دراسة حلو كتير قديش مهم الدعم النفسي بهذه المرحلة؟ أكيد هو عامل كتير رئيسي يعني أنا أهلي دعموني وهو كان يساعدني لحتى إرفع منطقتي وإرفع معنوياتي على الدراسة وما كان يخليني عنجد شو أكتر شي تحفيزي شجعك؟ شو الكلمات؟ شو الجمال؟ شو الأفعال حتى اللي كان يقوموا فيها تحسي حالك عنجد أنت تحفزتي زيادة؟ هلا بكفي ثقة أهلي فيني أنا كنت أقولين أنه أنا بدي حقق حلمي لحتى تجمع العلامة التامة 1900 فكانوا يقولوني أنت قدّوا هالشيء كان لما أنا وصلت للأستقل حطوها أهلي فيني فهلشي كثير كان فرحة كبيرة وحلوة هلا كان أكتر شي دعم معنوياتي وحتى كمان دعم ماضيين وسأنا خلين أنه بدي دفتر بدي درس كانوا فورا يلبوني صحيح صحيح أكيد يعني بنا نتشكرون وبدنا نقللون عنجد لولاهم أكيد أنت مكنت موجودة هون والحمد لله يعني حققتي تموحاتهم وآمالهم وشوفناك هيك جايبة 1900 من 1900 نتسامي ونقامنا نبارك لون يعني إن شاء الله ألوك أكيد آيا بدنا نحكي كمان عن قصة أنه في هلأ نحنا كعم نسمع أنه مثلا طلاب بيخلصوا المنهاج مثلا لازم يعيدوا أكتر من مرة أنا هلأ عم بسمع عاك صحيح لي معلومتي إذا صحيح أو لا في طلاب مثلا بيأخذوا دار دروس رياضيات مثلا عند الإستاذ إيكس بيرجعوا بدون يسمعوا بالمنهاج عند الإستاذ واي بيرجعوا بيعملوا تكميل ما بعرف شو يعني كثير تعدد الأساذي عن نفس المادة ما بتعمل لخبطة ولا ضرورية خبرينه أهلا أنا برأيها بتعمل لخبطة فأنا طابعت مع أستاذ أستاذ واحد أي وطابعت مع وكل الثاني يعني هو بيسمع له يعني هو بيعرف مثلا مستوايا بيعرفوا النقاط ضعفة والنقاط طوطة فلا في داعية كثير أستاذي تماما حتى بظن بفترة من الفترات بنهاية المدرسة يعني بنهاية الاقتراب بالامتحان بنهاية الدراسة بيصير الطالب نفسه مثله مثل أستاذي نعم هو بيصحح الأستاذي أكيد صح هاي صارت معي أنا أنا لهيك يعني مورت ما طلعت الأول صح بس إنه صارت معي أنه صرت وصلت لمرحلة بوقتها أستاذي يعطينا معلومة فأنا مباشرة معلوماتي جمعها مع بعضها وتطلع النتيجة إنه لا الأستاذ على غلط تماما حيح بتصير كانت معك هاي الحالة بتحسي حالك في مادة كتير أنت صرت متمكنة فيها أهلا أكتر شي رياضيات كنت حبه كتير لأنه كنت لاقي العالم تخاف من هالماده وتتلبك منه فأنا حبيت أني اطلع علي من منظور تاني لحتلاقي النظر الإيجابي إليك حكي لنا معلومة أعطينا الحل أنه كانت الرياضيات هي يعني خلينا نقول هي العقدة تماما اللي كانت تشاغلي بالطلاب هاي السنة هلا أكيد أستاذ هو اللاعب دوري اللي كبير ويحببني لهالماده طبعا أكتر شي كانت التصامح هي تقويني وتحببني فيها كمان أفهم الفكرة والفكرة المكنت أفهمها كنت قح أخبر أستاذ عاد لي يا هاي هاي كم مرة لازم نرجع هذا الأنبن؟ نحن عم نسأل أسئلة طلاب البكالورية دائما يسألوه أكي إذا ما عمشان ناخد الخلطة السحرية تبع النجاح آية إنه أدي لازم نعيد المنهاج ولا بكفي نفهمه مرة نحفظه مرة بطريقة مركزة لحتى يتركز براسنا أو في عالم لا أنا العيده ثلاث مرات لازم عيده أربع مرات اللي لنا آية حلا هو ملمهم كمرة نعيده المهم إنه أول مرة ندرسه مليحه ونفهمه من ركز كل أفكاره صحيح بعدين لما نخلصه ما في معنى إنه نعيده حسب الوقت أي حسب الوقت يعني كمان بس أهم شي إنه نقرأ له المرة الأولى ونفهم أفكاره التركيز طيب فيك صحيح لنا فكرة إنه الطالب اليوم المتفوق أو الطالب الحاصر على العلامة التامة هو طالب ما بيترك الكتاب ما بيمارس نشاطات ما بيزور رفقاته ما بيروح مشاوير هل هي هاي الفكرة الصحيحة ولا لا؟ يعني بما نظرنا هكذا نظرنا أنه هذا النظر دائما فاركتو حلا صحيح إنه كان وقتي الأكبر للدراسة ولكن هذا الشيء ما كان يمنع هواياتي فأنا مثلا أحيان كنت تسمع أغاني أو موسيقى كنت أطلع معلومات وثقافة عامة طبعا هالشيء ضروري كتير لأنه كان يرفع من معنوياتي على الدراسة ويرفع منطغتي كمان فأدخل على الدراسة بهم وبقوة كان في وقت حلنا نقول لا يعني لخروج خارج المنزل خلنا نقول مشاوير طلعات أصدقاء زيارات بالأعياد بالمناسبات يعني خلينا نحكي شوية عن هاي التفاصيل أكيد هو أنا كنت مثلا أحب أن أطلع مشوار مع أهلي مثلا المسويات لما تكون تعديم الديناء أحيانا نروح لعن دفقاتي أكيد وبالأعياد كنت تعطلي ولا لا كمان ما توقف دراسة هلا كنت تعطلي بالأعياد أكيد مشان أنا عايش فرحة العيد أكيد يعني عطونا وقت وعطونا عطلة فكنت عايش فرحة العيد وأنا ما كنت راكم مثل محكاية تلكين فكنت لحق على وقت كتير حلو كتير حلو لحكينا عن الدراسة ولكن كمان أثناء الامتحان لازم يكون الشخص هيك هادئ رايق ريلاكس منشان ما يتبتر وخاصة كتير سمعنا هذه السنة عن أسئلة صعبة أو طلاب حسوها صعبة سواء بمادة الرياضيات أو بغيرها كتير أشخاص كانت لان ضربنا بالمادة الفلانية هذا لازم الشخص أو الطالبي خليني يقول هيك يكون رايق لحتى يقدر يتجاوز هادون الأشخاص اللي خايفين المتوترين أهم شي بها النقطة أنه نوسق بقدراتنا مضروري نسمع حكي العالم مثل ما قلتي أنه رياضيات العالم تخاف منه مضروري نحنا نخاف منه لازم نوسق بقدراتنا ونحنا درسنا المنهاج وسمعناه مناح فما نتلباك وأهم شي نوسق بحالنا لأنه كل شي لنا سهل وبس نجرب أكيد رح نشاهد برافو عنكم كمان أكدت فكرة كتير مهمة بجوز بلا هيكي ما تقصدية بشكل مباشر هي موضوع الشائعات وأنه هاي المادة صعبة هاي الأسئلة متوقعة هاي الأسئلة غير متوقعة أكيد نبعد عن هالأكيد يعني هاي القصص نبعد عنها فبرافو عنك هكي بدنا نصيحة أخيرة منك لكل الطلاب الحالي المقدمين على البكالوريا أو الشهادة الثانوية شو بتنصحي النصيحة الكاميرا إليك؟ بنصحا أنه يشتهدوا ويصابروا ويحطوا هدف وخطة يمشوا عليها ويشتغلوا على هالخطة وأهم شي أنه ندرس بشغف وبحب إن شاء الله ألف مبروك أكيد بدنا نسجل تحضيريه إن شاء الله ألف مبروك يا رب إليك ولأهلك ومشاء الله عليك ونصال يا رب تحقيقي الأحلام شكرا إليك آيا نيروس صباق شكرا لحضرتك عطيك ألف عافية نورتين يا آيا شكرا